قبل أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دولارد ترامب موقفه من الاتفاق النووي مع إيران حملت انتقاداته لطهران نظر عواقب محتملة بشأن مصير الاتفاق الذي أبرم معها عام 2015 ويهدف إلى الحد من برنامجها النووي يشدد ترامب على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح النووي نظرا لما سماه نهجها العدواني المتواصل المتمثل بدعم الإرهاب ونشر الفوضى والعنف يجب أن لا نسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية النظام الإيراني يدعم الإرهاب وإراقة الدماء ويصدر الاضطرابات والعنف في الشرق الأوسط ولهذا علينا وضع حد لاستمرار إيران في عدوانها وطموحاتها النووية إنهم لم يرتقوا إلى روح اتفاقهم سيناريوهات عدة سيفرزها القرار المقبل للرئيس الأمريكي بشأن الاتفاق النووي مع إيران أبرزها ما ذهبت إليه صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين ترجيحهم عدم تصديق الرئيس على الاتفاق وبهذا سيكون أمام الكونغرس ستين يوما لفرض عقوبات على طهران كانت معلقة بسبب الاتفاق وأن الرئيس ترامب بصدد وضع استراتيجية جديدة أوسع لمواجهة السياسات العدوانية لإيران لم تنسج من رؤية الأوروبية مع ما ذهبت إليه الإدارة الأمريكية بشأن هذا الاتفاق فالمفوضية الأوروبية ترى فيه حلا مناسبا للقضية النووية الإيرانية وقد خضع خلالها للتدقيق ثمان مرات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الدرية كما تقول إنه حل دائم للملف النووي الإيراني يمنح كافة الأطراف الضمانات اللازمة ونتوقع من جميع الأطراف لالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق كما ذهبت روسيا في الاتجاه الذي ذهبت إليه المفوضية الأوروبية لكنها شددت على أهمية دور الولايات المتحدة نعتقد أن هذا البرنامج أحد أهم إنجازات المجتمع الدولي وأن تنفيذه يسهم في تعزيز نظام عدم الانتشار النووي ومن المهم جدا الحفاظ عليه بالكامل وبالطبع ستكون مشاركة الولايات المتحدة عاملا هاما جدا في هذا صدد الاتفاق النووي المبرم مع إيران ووقع عليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي أمام مفترق طرق قد تحدد مستقبله على الصعيد الدولي فمؤيدوا الاتفاق يرون أن انهياره ربما يفتح بابا لسباق تسلح قد يفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط وأن التراجع عنه قد يؤذي صدقية واشنطن تجاه الاتفاقات الدولية تضاف إلى تراجعها عن اتفاق باريس للمناخ في وقت يرى فيه معارضوه أنه أدى إلى تخفيف العقوبات على إيران دون أن يشترط إنهاء برنامجها النووي